السلام عليكم اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حليوة من الحلوية الزمان حليوة سهلة وضغية توجد مكوناتها بساط وفي المتناول وشيء رائع المضاق بزافية خطيرة وشيشة الدوفيس وكما تخرج كمية بالنسبة للمقادير فرهم بساط بزافية سنحتاج 4 او 250 جرام من مارغارين خاصة بالتوريق كسعن بعمر من السكر السندة وكسعن بعمر من زيت المائدة سنحتاج 150 جرام من زنجلان هذا الزنجلان من قياه وشلته وحمرته وطحنته مزيان كل ما تحنته مزيان كل ما تحنته مزيان كل ما اعطاكم مدى قزوين في هذه الحلوة سنحتاج خمرة 7 جرام من الخامير الكيموية وعندي بيضاء ومعلاقة كبيرة الكاكاو والكاكاو ومشيك حل الكاكاو يكون نوعية جيدة وغير معلقة بحيدة بلا يمكنك الحلوة تكون لونها غامق عندي معلقة صغيرة لانك هاتفاني ممكن تعوضها بجوزة الشيء الفاني وعندي شوية دي الملحة والدقيق الخاص بالحلويات بالنسبة لكيمية دي الملحة بالضبط دخلت لي انا 600 جرام ولكن بعد مرات الدخول اكثر على حسب النوعية الدقيق الزبدة رأي خرجتها قبل من تلاجه ضروري تخرجوها بكري كي تكون عندكم سهلة في الخدمة كي تجيكم الخدمة سهلة إلا عندكم لاشوار خدموا به ما عندكم سهلة خدمه بيديكم عادي المهم انا غدي ندير الزبدة مع قاع المكونات اللي عندي مع هذا الزنجلن والدقيق والخامير الكيموية غنخلي وموما الاخيرين عليش كندير الهاشوار حيث الزبدة دي التورق كتكون شوية في خدمتها يعني كتاخذ الوقت باش كتتتخدم الزيان وكتولي بحل شكلتها عكريمة هذا عليش كندير الهاشوار لها شوار كتلهل علي الخدمة وكتوفر لي الوقت ما عندكم شي غتخدموا بيديكم عادي غير كتتخدموا الزبدة في الأول مع السكر حتى كتولي كريمة عاد كتزيدوا الزيت والبيضاء والباقي دي المكونات المهم كشتوا معي انا رطحنتها غير طحنة خفيفة مع نطحنة شتاني اكتر من القياس غير تباليكم الزبدة ما بقاش في الحبيبات ولا ترطيطها وبحل شكلتها كريمة صافية كتكون عندكم وجدة هنا غادي نزيد العز النجلان اللي حمرت وطحنت وإذا لم تردوا مثلا زنجلان ممكن تعودوا بكوكو كوكو محمر وطحنة ببودر ممتازة بجلد وطحنة ببودر ممتازة بجلد وغيره وراء زنجلان ويجعله بشكل مدقرة ويجعله بزنجلان ويجعله بجبنينة ويجعله بطريقة رائعة وخلطها ممتازة حتى لا يكون لدي زنجلان لا يكون لديك كورس ويجعله بجلد يجعله بجلد ويجعله بجلد سوف نزيد الدقيق والخميرة الكيموية بالنسبة للدقيق لا تزيده وخيره وضبط لكي لا تخسروا لكم وستطيعوا ان تضعوا ويجعله بجلد ويجعله بجلد ويجعله بجلد من الأفضل نزيد الدقيق ونخلط حتى كتبه ترتبع بجلد ويجعله بجلد واحدة نوع هذا هو نوع الذكرة وى الان لأنه سوف نخدمه بالبوك خاصة تكون نرتضبه لكي تخرج لنا بكل سهولة هنا سوف نحتاج أي نوع البوك عندكم لا سوف نخدم بالبوك صراحة خدمت غير بهذا القوم عدد البوش لأنه في ذلك سنينة ترقاق و سوف يعطيني شكل زوين في هذه الحلوة بالنسبة للطريقة معروفة لكي نخدمه البوك تعمره بالعجينة و تبدو أن تدفعه بسبعكم حتى تخرج لكم بهذا الشكل بواد البوك عندكم بالخطوط صغورين و بالأحسن يكون صغيرين يقودون مختلفين خاصة عن مباقي الأمم يجب أن يلقكم كل الجوش إذا كنت معي لا نصوبهم في الطاوة نصوبهم معك قدامي وتنهزهم رعجينة كنتهزم عكم بكل سهولة تنهزهم وكنت تفاهم في الطاوة غير حاولوا تدروا شوية ديالتباعد وبالنسبة للطاوة دهنتها بواحد شوية ديالتباعد او لا ديروا البابية كويسة حيث تقدرك الحلوات تلسق لكم ودروري تدركوا شوية ديالتباعد حيث الحلوات تكبرى في الفران والطياف ديالها نطيب على درجة حرارة متوسطة وخ 이상ي تحمروا وأخذوا مين ذهبين عندكم وأن تLSiğون غمرهم تفاهم حتى انتحركوا أو لا تجدوا مطيبين فقا البدين خاصة ضروري يخذوا مينة أو تدهيبة يعني ستفاهم قدامي ونجموها بغاية قوي ولكن ضروري سوف يبليكم في الطياب أو ديالتبتوا تحميرات من التحت واخذوا مينة ذهبي شوكولات بيت و بالنسبة لكي ترمز مع التشي حاجة غير هكاك حاجتي به يكون شوية تقيل ما بغيتوش يكون جاري باش يشدليه في الحلوة و يجدك شكيلاك ديال الشوكولات بلون بيناك في الوسط إذا كان جاري يريسي حلية و مكيبه من الوسط مفاهمين سوف يكون هنا يلاقي كل الزوج و نشدهم و نخليهم حتى يشدوا راثهم و عاد كنقدر نجمعهم بالنسبة لتقدروا حتى الشوكولات نواغي لبغيتو بحل بحل و بالنسبة لشوكولات ممكن تخدموا بصيق شوكولات ممكن تخدموا بشوكولات و انتم موالي عندكم و انتم موالي بغيتو بحل بحل مهمة رائع الحلوة هي الحلوة راكتجي بنينة يعني اي نوع جيش شوكولات باش تخدموه ماشي مشكلة حيث الحلوة تجينها بنينة بزرز و بالنسبة لعندكم الشوكولات جاري ممكن تخليوا يبدأ يبرد واحد شوية او يبدأ يدفع عاد تبدو تلاقيه يبدأ يدرسوا شوية الشوكولات تبدو تلاقيه به و شوفوا لي من شاء الله الحلوة كيف كتبن رأى سهلة بسيطة رأى عشتوا معي كل شي يحترمو كوينة دلارة بساطة لاني ماشي مكلفة و راكتجي غزائها لها كتجي يعطيها العين زوينة بزاف المدقتلة كي يجيب بنين و بالنسبة لكمية اللي كتخرج راكت تخرج كمية اللي هي زوينها خرجت لي طبصة العامر هذا الطبصة اللي كتشوفوا معي و ما زال بقوا عندي شي حبيباتها كحطاهم في الجنب و راكتجي شي شاك الدوب في الفن و يعني حتى العير ضغطوا على بيديك و راكت تهرس كتجي غزائها و بالنسبة لتركات الاحتفاظ بها راكتجي في بوطة كما العادة يعني كنديرو في بوطة و كنصدوها مزيان دائما الحلويات اختاروا بوطات اللي كي يكونوا كيتصدوه مزيان ما يدخلش اليوم الهواء ما يشدوك البوطات اللي تيكونوا اغطاهم امرو مش عليهم مفاهمين و صفرة حلوية عندكم تبقى مزيانة لا توقع لها شي حاجة كان الجوة عادية تحتو اغيف البلاكرة ما عندكم مشكلة لا توقع لها شي حاجة المهم بوطاتكم تصدب مزيان كان هذا اقتراح لكم اليوم كانت من الوصفة تعجبكم كانت من التجربة و تردعي الخبار نقول لكم خليتكم على خير نشوفكم من بعد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة